لكن فريق نادي الأهل الأهل إزاي بيستعد لمباراة سيمبا التنزاني؟ إيه ده وافع اللي ممكن بيت سمو سيماني يخلقها في هذه المباراة عشان تقدر تأدي مباراة كبيرة دائماً وأبداً كل مباراة الأهل مع سيمبا في دار السلام سيمبا بيقدر يكسب حتى لو بيهدف مقابل لشيء لكن لما بتكون في مباراة عودة في القاهرة الأهل بيعمل سكور وبيعمل نتيجة كبيرة هل ده ممكن يتقرر في مباراة الجمعة؟ الأهل بيستعد إزاي؟ كل هذه التفاصيل بالتأكيد هتكون من خلال زمينا مينة ماهر مراسل قناة النادي الأهل الموجود حالياً في مقر النادي الأهل في الجزيرة بيتابع تدريبات فريق النادي الأهل والمران الرئيسي قبل مباراة سيمبا بـ 48 ساعة مساء الخير يا مينة تحياتي لك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعة قناة النادي الأهل في كل مكان بالفعل بدأ التدريب النادي الأهل منذ حوالي ساعة استعداداً لمباراة سيمبا التنزاني لتحدد مكان الملعة وخلاص كان فيه كلام في الأول أنه يكون على السيد القهرة ولكن خلاص بالتأكيد يوم الجمعة الساعة 9 مساء على استاد الأهل والسلام يمكن كمان هيكون الحكم الجزائري مصطفى غربال هو الحكم للمباراة يعني لو عايزين نتكلم عن التدريبات يمكن في البداية كان فيه مسحة طبية طبعاً زي معروف البروتوكول الرسمي للاتحاد الأفريقي مسحة قبل مباراة 48 ساعة إن شاء الله غداً هتقع على نتيجة المسحة وإن شاء الله تكون نتيجتها سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري نتكلم بقى عن التدريبات في البداية كان مستر بيتسو مسماني عمل جلسة فنية ما بينه بين اللاعبين يعني عاد حوالي 30 دي أتكلم فيها عن إيجابيات وسلبيات المباراة الأخيرة زي ما كلنا عارفين إن يعني نادي الأهلي حسم التأهل في المباراة السابقة أمام فريق المريخ السوداني نقدر نادي الأهلي نتعادل مع فريق المريخ السودان ما تيجت هدفين لكل فريق كان بيتكلم مستر بيتسو مسماني عن الإجابيات والسلبيات كمان الأخطاء وبالخص الأخطاء الدفاعية اللي كنا شايفينها في المباراة يعني مش متعودين إحنا بنشوف نادي الأهلي في بعض الأخطاء الدفاعية كان بيتكلم فيها مستر بيتسو مسماني ويركز تركيز كبير جدا على الأخطاء الدفاعية كمان كان بيتكلم عن أهمية المباراة القادمة يعني إحنا عارفين نقول مباراة تحصيل حصوة لكن المباراة مهمة جدا لأن بعد المباراة دي هيكون فيه دوامة من المباريات إن شاء الله نادي الأهلي بيستعد لي عندنا دوري مصري عندنا آآ كأس مصر عندنا ايضا دور التمانية من دوري ابطال افريقيا فالمباراة دي هنكون زي يعني اعادة الترتيبات مرة اخرى كمان كنت بتكلم آآ مع آآ ميشيل يانكو مدرب حراس المرمى آآ قبل التدريب كنت بتكلم مع انه فيه امكانية نقدر آآ نشوف آآ آآ يعني بديل ليه آآ بكابت محمد شناوي آآ نقدر نشوف فيه المباراة القادمة ما كان بيقول المباراة الجاية آآ موارد فيها جميع آآ آآ الاشياء وارد فيها ان يكون فيه تبديلات في آآ البعض المراكز وايضا في آآ مركز حراسة المرمى. تمام. طيب مينا كمان عايز اسألك على الصفوف. النهاردة التأسيمة الصفوف مكتملة. هل ممكن من خلال متابعتك قد يكون هناك تغييرات في التشكيلة الاساسية في مباراة سيمبا. الدفع بعناصر لا تشارك في فتارات سابقة. ممكن تبدأ هذه المباراة. بنتكلم مثلا عن صلاح محسن. بنتكلم عن اكرم توفيه. بنتكلم على ناصر آآ ماهر. انت جا قلت لك جزئية حراسة المرمى. وميشيل ينكون قال لك كل الاحتمالات واردة. ممكن يلعب بشناه وممكن يلعب بعلي لطفي. آآ طبعا كل احتمالات واردة. الاهم حاجة من التلات حراسة جاهزين ايضا كمان مع مصطفى شبير. لكن هي الجزئية الصفوف مكتملة. بالتأسيمة ممكن يكون فيه تعديلات في التشكيلة في مباراة الجمعة? الحقيقة النهاردة بالفعل كانت صفوف مكتملة للفريق النادي الالي كان في تأسيمة وضح تركيز كبير جدا من ميستر بيتسو من سماني على البودلاء. زي ما انت بتقول في احتمالية احنا ان شاء الله هنلاقي آآ يعني آآ بعض من اللاعبين اللي بيكونوا لفترة فاتت على الدكة نشوفهم في الملعب يعني ميستر بيتسو من سماني بيحاول يجرب اكتر من طريقة لعب خصوصا دي مباراة امام فريق قوي وفريق يعني متصدر مجموعة وايضا آآ مباراة يعني نقول عليها دي الفترة القادمة النهاردة تدريب او التأسيمة بدأت بتأسيمة من نصف الملعب بعد كده كان فيه تأسيمة بطول آآ الملعب نقول شبه مباراة كان فيها تقلق كبير من آآ محمد الشناوي يمكن محمد الشناوي دايما في كل تمرين وكل المباراة بيقعد يشجع آآ اللاعبين بيقعد يحسطهم على آآ اهمية التدريب واهمية طبعا اي مباراة بيقعد دايما اللاعبين النهاردة كانوا بيقدموا اداء اكثر واقوى من المتوقع ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في المباراة القادمة امام سيمبا التنزاني وفي جميع المباراة القادمة كفي اي استفسرات او اسئلة انا معاك محمد زميل العزيز مينة ماهر مراسل قناة النادي الانا بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات والاضحات والتفاصيل المهمة مينة اتكلم في التفاصيل المهمة جدا